السلام عليكم إخواني مرحبا بكم في الدرس الجديد على القناة ديالكم اسفام عام اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد طريقة جميلة جدا باش تنشؤوا أول كتاب ديالكم خاص بالتلوين طريقة غنستعملوا فيها موقع خاص بتحميل الصور وغنستعملوا فيها كذلك الفوتوشوب وما تخلعوش وخميكوش عندكم على الفوتوشوب فغن نوريكم خطوة بخطوة حتى تنشؤوا الكتاب ديالكم بكل سهولة إذن فلنبدأ على بركة الله لكن قبل الشرح لا تنسوا إخواني دعم القناة بالاشراك والضغط على إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء وكذلك ضعوا أي تساؤل في التعليق الخاصة بهذا الفيديو وأن أجيبوا عليها واحدة بواحدة إن شاء الله إذن على بركة الله إذن إخواني في هذا الشرح غنحتاجوا لهذا الموقع في ريبيك باش نجبدو الصوار اللي بغن نخدمه عنها وكذلك غنحتاجوا للفوتوشوب وخميكوش عندك شي ديراية كبيرة في الفوتوشوب فأنا غن نورديك خطوة بخطوة حتى توصل النتيجة اللي بغن نوصل لها إن شاء الله لذلك حتى إلا ما كانش عندك مع الفوتوشوب غدي تمشي وتقوم بتحميل نسخة فوتوشوب اللي كتوافق الحاسوب ديالك إلا كان شي حاسوب لي متطور حاول تدير شي نسخة جديدة من 2016 لفوق إلا كان عندك شي حاسوب لي متوسط أو نقش شوية حاول تدير شي نسخة 2016 لتحت إذن تل هنا مزيلا أول حاجة غنمشي لهذا الموقع هذا وغادي نكتب هنا إذا أخوتي شوفوا معي العدد الكبير انت الصور اللي خرج لنا هنا يا اللي كيهمني هنا هو أنني غادي نجير لهذا الأيقونة وغادي ندير free باش يطلعوا لي الصور لمجانية ومعليهاش حق الملكية أو وخميكوش عندي اشتراك غادي نقدر نستبد منها ثم غنزله غادي نبحث على الشي صورة مثلا أنا غا نختار هاد الصورة هادي وغادي نقوم بالتحميل ديالها بهذا الطريقة هادي إذا الآن قمت بتحميل الملف غنضغط بالزر الأيمن وغادي ندير هنا extraer lefichy من بعد غادي ندير ok هنا غيطلع لي ملف بجميع السياغ اللي خدمت عليها غا نحاول ناخد هاد الصيغة هادي الأولى وغادي نفتح photoshop وغادي نحاول نرفعها عليه من بعدنا غادي نختار ok إذا هادي هي الصورة ديالي هنحاول هاد الكدرج أول حاجة غادي نديرها هو أنني غا نجي الهاد فايل وغادي ندير new وغادي نختار القياس اللي كان نشتغل عليه فمثلا كنتم بتلوينكي كان عارفو جميعا فالأغلبية كيخدمها بثمانية فاصلة خمسة على 11 الانج ثم هنا create إذا هذا هو القلب اللي غادي نخدم عليه كنرجو هنا للصورة اللي جبنا من قبل إذا هنا غادي نحاول نختار هاد الحيوان غادي نسيلكسوني وغادي ندير control c وغادي نجي الهاد القلب وندير control v ثم control t باش نتحكم في المكان القياس دياله الحيوان من بعد entrer إذا هنا غادي نجي الهاد تول ذا دي اللي هي magic tool وغادي نحاول نكون فوق layer واحد اللي بغيت نخدم عليه وغادي نضغط واحد ضغطة هنا يا إذا هنا وخما بماشي لكم التغيير فراقمنا بمسح الخلفية انتعت هاد الحيوان إذا ثاني خطوة غادي نقوم بها هو أنا غادي ندخل لها ديال layer وندير جوشة الضغطات على اليمين ديال الصورة ما شفق منها على اليمين هنا ثم هنا غادي نختار stroke ثم هنا غادي نحاول ندير ثلاثة مثلا ثم اوكي ثم من بعدها غادي نحاول ندير control plus نزوم شوية الصورة إذا هنا غادي نجي لها التول ذادي اللي هي magic tool وغادي نحاول نكون فوق layer واحد اللي بغيت نخدم عليه ثم غادي نحاول نجي مرة أخرى وغادي نضغط على المناطق اللي فيها الألوان يعني طريقة سهلة جدا وغادي نضغط على المناطق اللي فيها الألوان نعود ونضغط هنا باش نزيد شوية في السمك ديال مكان تلوي ونضر اوكي control ناقص إذا هذه الصورة ديالنا إخواني صورة جميلة وسهلة يعني ممكن لأي واحد يقوم بهذه الطريقة هذه ويأخذ هذه الصورة ثم غادي ندخل مثلا الملف powerpoint اللي أنا كنشتغل عليه حتى هو إلا ما كنتوش عارفين كيفاش تشتغل عليه فالطريقة سهلة كنفتح powerpoint ديالي كنجي هنا كندير file كندير new كنحاول نمسح هاد البلايس هادو كنجي هنا design كنختار هنا size كنختار هاد الأخيرة باش نضبط size زيالي هنا كنحاول نختار 8.5 في 11 اللي كنشتغل عليها دائما ثم اوكي ثم maximum إذا هنا غنحاول ندير control c control v باش ننسخ مجموعة من الصفحات وهنا غنجي الفايل غادي ندير save image ونختار لها شي اسم مثلا ثم غنناخد الصورة ديالي غادي نرفعها بهذا الشكل يمكن لك منبعد تدير شي اطار او شي اضافة اخرى اللي تعطيل هاد الصورة جمالية اخرى خاصة بك يعني هاد شي كيبقى خاص بكل مؤلف لان هنا في انت يبليك الاختلاف بين شخص واخر اذا اخواني فاش غادي نتهيو هنا يا اذا هنا بقت لنا الصفحة الاولى والصفحة التانية بالنسبة للصفحة الاولى كنديرو فيها مكان مخصص لصاحب الكتاب مثلا كيف غتشاهدوا في هذا المثال هذا اللي امامنا فلاحظوا ديسبوك بيلانكستو وتتديروا واحد المكان هنا كتتخليه فارغ باش الشخص اللي شرع الكتاب يدير الاسم دياله هنا يمكن لكم تديروا صورة او العنوان ديال الكتاب يعني كتب دعوه في اي حاجة اللي بنت لكم انتم مناسبة مع الكتاب ديالكم بالنسبة لهذه الصفحة التانية انا دائما كندير الحقوق الملكية الخاصة بهذا الكتاب فهي خاصة بيمكن لكش نسخها ومنين غنجبو هاد الجملة هادي بالانجليزية فما عليكم سوا تمشيوا مثلا لجوجل ديروا example all copyright reserved books هنا غد يعطوك امثلة اللي داروها الناس سابقا في الكتب دياله ممكن لكم تنسخوها فمثلا هاد المثال اللي امامكم كنديروا مثلا هنا copy وكنجيوا وكننسخوها هنا فغتحيدوا هاد الجملة كاملة وغتديروا هنا copyright وغتديروا احدها مثلا الاسم اللي انتما رفعين به الكتاب وغتحيدوا هاد الجملة كاملة وهنا هاد الجملة كتعني بأنه جميل الحقوق الخاصة بهذا الكتاب خاصة بك اللي بغا ينسخ هاد الكتاب او لا يدير شيء اصدار مشابه ليه فيمكن ليه يكون تاكتك اما عن طريق الامايل اللي غددير هنا يا او عن طريق رقم الهاتف الخاص بك تو يمكن ليك تديره هنا يا ومن بعد كتجرد الجملة هاده تحاول ديرها شي شوي هنا في الاسفل وهنا هاد تحاول ديرها ديقاء احنا قد دينا البيج ديالنا انتعت لك copyright اما بالنسبة لهنا فرد طريقة سهلة اخواني فبخطوة بخطوة غديتتعلموا ان شاء الله اي حاجة ما غديتجيكم تحاجة بقي صعبة فبالنسبة المكان المخصص الاسم كنديره مثلا هاد الشكل هادا حاول دائما نضغطو على هاد اللعبة هادي باش كي بينو لنا باللي شكل ديال قد لي من قد ليصر وكذلك الخط ما ميلش ثم بعدها نضغطو على فورما هنا غنيو ونختارو اللو الأسود ثم من بعد هنا يا غدي نختارو السمك ديالو فهذا السمك ديالي مناسب ثم من بعدها غدي نختارو نقاط بهذا الشكل هادا ومن الاحسن هنا دائما اللو نجد لهذا الخط يكون قريب اللو الأسود ولكن ماشي اللو الأسود ثم بعدها هنا يا غدي نجيرو جملة this book belongs to جسد النقاط وهنا غدي نختارو شيء خط يكون جميل إذن هذه الطريقة بكل سهولة يمكن لكم هنا تاخدو صورة أو تاخدو أي شكل المهم حسب الاختيار ديالكو إذن الصورة الأولى كيكون فيها الاسم ديال صاحب الكتاب الصورة التانية حقوق الملكية الخاصة به ثم هنا غدي نختار الصورة ديالة الرسم اللي بغيت نخدم عليه والخلف ديالو كيكون ما في حتاش صورة لأن هاد النوعية ديال الكتوب هاكوك تخدم لأن الشخص منلي كي شريء الكتاب يقدر يليونو بديفوتخ ولا شيء حاجة اللي كتخرج في الصورة اللي مورها وبالتالي إلا كنت تدير صورة أخرى هنا فغدي يخرج لك اللون اللي استعملتي في الصورة الأولى وبالتالي غدي تمشي لك هاد الصورة لذلك دائما كنحاول نخلي صفحة فارغة وراء الصفحة ديالة الرسم ديالنا وهنا عاوة ثاني غدي نرجع الفوتوشوب وناخدو شكل من هاد الأشكال هادي وعاوة ثاني نفس الطريقة ونستخدموه هنا وهكذا دوالك فلاحظوا معي إخواني الجميل في هذا الكتب أن عدد الصفحات تكون صغير فمثلا كيف وردتكم في هذا المثال سابقا فلاحظوا معي إخواني هاد الشخص قام برفع 68 صورة فقط غنحيدوا منه جوج انتوع الاسم انتع الكوبيرايت غتبقى 66 غنقسموه على جوج يعني 33 رسم اللي عنده هذا الشخص هذا و33 صورة تقدروا تجيبوها بكل سهولة وترفعوا الكتاب الأول ديالكم إذن أخوتي كان هذا والشرح ديال الدرس ديال اليوم إذا أعجبكم الفيديو ديرو جيم ومبطجوه مع الأصدقاء المهتمين بالمجال ولكنت هذه أخي أختية أول زيارة لك في القناة هل تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد لنا أول بأوي